السلام هو ما يحتاجه اليمن لكن الطريقة إليه ما زالت غير واضحة المعالم وما زالت الأشواك أكثر من الورود يسعى العالم منذ أكثر من عامين ونصف لإحراز تقدم في مشوار السلام الطويل في اليمن الذي سقط في فق الإنقلاب ووقع تحت عجلات دبابات الميليشة التي داست على طول البلاد وعرضها أكثر من ثلاث جولات مباشرة للحوار في سويسرا والكويت وعشرات اللقاءات الجانبية في مسقط والرياض وأبوظبي والقاهرة وعمان وبرلين جميعها مكرسة لفك أحجية الحرب التي أدخلت البلاد في فوهة بركان تكاد متواليات في جاره أن تشعل المنطقة برمتها الجديد القديم في المعادلة اليمنية هو أن من يشعل الحرب ويقود الميليشيا هو ذاته من يدعو الأطراف اليمنية للمصالحة والتصالح والتسامح وهو الذي غابت هذه المفردات عن طريقة أدائه في حكم البلاد لأكثر من ثلث قرن احترقت البلاد فيها تحت أقدام اليمنيين المخلوع صالح وجه دعوة للأطراف السياسية اليمنية للجلوس على طاولة حوار بشروطه هو وليس وفق ما يقتضيه منطق المصالحة خصوصا وأنها تاتي بعد مناشداته العديدة للسعودية بإجراء حوار مباشر معه باعتباره صاحب المخزون الاستراتيجي للأسلحة والمقاتلين كما يلوح دائما وحين يدعو المخلوع للحوار فعلى الآخرين الاستعداد أكثر لجولة جديدة من الصراع هكذا تقول وقاع التاريخ لحاكم أدمن المكر والخديعة والتخلص بنذالة من خصومه باستخدام كافة الأدوات والوسائل فالغاية تبرر الوسيلة هي حكمة الرجل ودينه الخالص لم يلتفت أي من خصوم الرجل لدعوته وكيف يمكن لأحد أن يثق في قاتل ما زال سيفه يقطر دما وهو يدعو للتصالح غير أن حلفاءه في صنعاء سرعان ما أرسلوا ردهم الاعتراضي على دعوته تلك على هيئة استعراض عسكري مسلح للحوتيين جاب عددا من الأحياء القريبة من سكنه في رسالة مفادها لست أنت من يقرر اليوم شكل الطاولة ولا هوية الجالسين حولها انتهت دوشة الدعوة ولم تتوقف رسائل التشكيك حول مدى مصداقية الرجل الذي لا يقبل التواري عن الواجهة وعلى رأس القائمة كان هناك تساؤلات إن كان صادقا فلما لا يقوم بإطلاق عدد من السياسيين المختطفين لديه كبادرة حسن نوايا ولماذا لا يوجه مقاتله إلى وقف حصار تعز وقتل أبنائها